طيب نقول الأفعى أو الثعبين بأنواعها الثعبين عموما هي أعداء كلها أعداء وأعداء قريبين وبيبقوا سايقين جدا بس على حسب اللون يعني فيه الأصفر مثلا فيه الأخضر، الأحمر، الأسود هي دي ألوان الثعبين المتعرف عليها طيب أقل إزاء فيهم الثعبان الأخضر اللي هو بيبقى موجود في الترع والحاجات دي التعبان الأخضر ده بيبقى شخص قريب منك جدا بيبقى عارف عنك تفاصيل كتير لكن هو عدو ضعيف أزايا بيكون في نقل الكلام يعني بينقل عنك كلام بس عشان يعمل لك مشكلة لكن بيطلع من الموضوع اللي هو أقول لك وما تقولش إن أنا قلت لك بيخافي واجهة أصلا فهو ما بيأزجيش جرب كده طيب إلا تعبان الأصفر الأصفر بيبقى من القريب الأصفر ده بيكون من الناس المحيطين بيكي في العيلة أو في البيت جيران حد قريب منك جدا حد بقى نمام وعنده حسد وعنده غيرة وحقده بيكنيلك ضغينة جدا بس برضه ما بيفصحش عنها يعني ما بيبقاش باين عليه وما بتقدريش إن أنت تكتشفي كده غير من التصرفات بس لكن من الكلام لأ يعني تيجي توجيب الكلام اللي هو لأ أنا بحبك جدا وإنتي عندي ما فيش بقى تجاو تشوفيه ملك بريء في كلامه اللي هم يقولون ما لا يفعلون طيب إلا ثعبان الأحمر ده عدو مؤذي جدا قاسي جدا حد قوي يعني عارفة لما بنقول حد مسنود فبيأزيني وأنا مش قادرة رد الأزادة بس ما بيأزينيش بنفسه بيأزيني بحد تاني ببقى عارفة إن هو اللي أزيني بس أنا نفسي اللي مقدرش أروح أقوله أنت أزيني أو مقدرش مثلا أواجهه بالأزادة لأن أنا عارفة إنه مش يعني اللي هو مش تخدي معه حق أو البطل طيب إلا الصعبان الأسود الصعبان الأسود ده بقى اللي هو أشدهم جرأة وفجر بيكون حد غادر قوي قاسي قوي لكن واضح اللي هو أنا بعديكي واللي عندك عمليه حد كده يعني اللي هو هيعديكي وهيأزيكي وهيحاول يعملك مشاكل وهيعمل كل حاجة كل أزا تتخياليه وما تتخياليهوش وإنتي عارفة وهو ظاهر لك العداء وظاهر لك الكره ده لكن برضو مش هتقدر عليه فيه ناس كده في حياتنا للأسف يعني إن هما موجودين عشان يأزوا وإحنا شايفين إن هما بيتأزوش ترجمة نانسي قنقر